اجتماع رؤساء البعثات الدبلوماسية للبحرين والسعودية والإمارات لدى أنقرة مع المدير العام لإدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية التركية وخلال الاجتماع أكد دبلوماسي الدول الثلاث على مواقف دولهم حول قطع العلاقات مع قطر حيث أتت هذه الخطوة نتيجة دعم قطر للإرهاب وعملها على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة منوهين إلى أن الدول الثلاث تراعي الأوضاع الإنسانية للشعب القطري الشقيق خصوصا فيما يتعلق بالعائلات المشتركة المتواجدة في دولهم ودولة قطر